موسيقى على إسرها غادر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي قمة بغداد في تصرف غير لائق قفز وزير خارجية إيران من مكانه في الخط الثاني المخصص للوزراء إلى الخط الأول المخصص للملوك والأمراء والرؤساء يشبه تماما سلوك بلده في الداخل العراقي وقفزهم المستمر على السيادة والأعراف والقوانين العراقية سلوك الوزير الإيراني غير مستغرب فهو يمثل سلوك بلاده تماما ونظرتهم للعراق كدولة فاقدة للسيادة وبإنهم الأوصياء الشرعيين لهذه البلاد فهم أوصلوا العراق لهذا الحال المزري فماذا نتوقع منهم تتوقع بمين المشكلة يريد تشاركونا في التعليقات رأيكم في هذا الأمر